البقاء تحت وصاية وزارة الصحة هو أهم مطلب يرفعه الصيادلة طلب يأتي بعد تدول أخبار مفادها نقل الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية فحسبهم هيئة ذات هوية صحية متعددة المهام لا يمكن حصرها فقط في المجال الصناعي هذه الوكالة وضعت بموجب قانون الصحة بموجب مهامها وبموجب هوية وزارة الصحة وضعت تحت سلطة الوزارة المكلفة بالصحة لماذا؟ على خطر هذه الوكالة عندها هوية صحة عمومية مهامها تدخل في إطار استراتيجية شاملة للصحة الوطنية في مرسوم تنفيذي تم صدوره في جولي 2019 يعني حدد هذا المرسوم التنفيذي المهام انتحها التي تشرف على العديد من المهام التي تمس الدواء بصفة عامة نتائج التغيير المراد استحداثه سيهز بصفة هدامة النظام الصحي الجزائري ويشل الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص مع انعكاسات مباشرة على صحة المواطن الجزائري لما نقول تجارب سريرية مثلا لزيسي كلينيك فاذا لم يتم التحكم وضبط هذه التجارب السريرية فيمكن ان تكون يعني كالتحدث موت مثلا يعني هي قضية حياة او موت الصناعة فرع من صلاحيات وكالة الدواء ما يليقش هذا الفرع اللي هو فرع من بيع فروع اخرى اللي عندها من صلاحيات متعددة الوكالة يكون هو السلطة على وكالة الدواء في حين توصي منظمة الصحة العالمية الدولة لوضع مثل هذه الوكالات تحت وصاية وزارة الصحة والسكان كونها تخص بصفة مباشرة صحة المواطن ولهذا تناشد اليوم نقابة صيادلة الخواص الجهة المعنية للبقاء تحت تسيير وزارة الصحة